عسكرة مصر وفكرة ان انت تخلي كل الناس تتدرب عندك وكل الناس يعني تروح تخوض اختبارات في الاكاديمية العسكرية اصبح عنوان عريض للبلد في الكام سنة اللي فاته الخبر من صحيفة الشروق المصرية الاكاديمية العسكرية تنظم مراسم تخريج الدورة 56 للملحقين الدبلوماسيين وبيتكلم عن انه الاكاديمية العسكرية نظمت مراسم تخريج الدورة الغريبة دي للملحقين العسكريين في وزارة الدبلوماسيين اسف ووزارة الخارجية والهجرة بعد ما خلصوا التدريب بتاعهم في الكلية الحربية متحدث العسكري نشر تغريدة نشوفها مع بعض كلم فيها برضو عن نفس القصة وبيعلن والخرجين شكروا القوات المسلحة والخبرات العظيمة اللي خدوها في الكلية الحربية موقع عربي 21 نشر تقرير عن القصة بيتكلم فيه عن اخضاع الدبلوماسيين المصريين لبرامج في الجيش هل يسعى النظام لعسكرة البلاد؟ قال ان في حالة من الغضب انتابت سياسيين وديبلوماسيين مصريين بعد الاعلان ده عن تخرج الدفع دي في الاكاديمية العسكرية المصرية والفيديوهات اللي طلعتهم بيستلموا شهادات التخرج من الجيش وبيتكلم عن النماذج الاخرى اللي تخرجت من الاكاديمية العسكرية برضو تعالوا مع بعض نشوف مين اللي تخرج من الاكاديمية العسكرية في الكام سنة اللي فاتوا ونسأل نفسنا يا ترى يا هل ترى ليه؟ يعني هل الجماعة دول بيتربوا مثلا على ولاء زيادة؟ على صفاء اكبر؟ على انتماء اسمة؟ يعني الجماعة دول بيتعلموا ايه؟ وهقول لكم في الاخر اوفتركوا بحاجة ليه علاقة بالاكاديمية العسكرية دي او الكلية الحربية دي لا انساها ابدا في حياتي عشان تعرفوا الناس بتروح هناك تتعلم ايه؟ نشوف مع بعض كده عسكرة الدولة تدريب الوزارات المستمر داخل القوات الاكاديمية العسكرية هاتلي كده التصميم اللي فات ده ده انه لطيف الحقيقة عسكرة الدولة هنا انت زي ما انت شايف كده هتلاقي ناس عساكر ناس مهنيين شيوخ ممكن تلاقي مدرسين ممكن تلاقي داكاترة ممكن تلاقي مهندسين الكل الحقيقة لازم يركب الباص ويعدي جنب الدبابة ويروح هناك عشان وقضى وكلقنية هتلاقي كل الناس الحقيقة عشان يقف تحت سيء الذكر ويتعلم الولاء والانتماء من سيء الذكر برضو ده تصميم جميل الحقيقة خده بتليفونك دلوقتي سكرينشوت واحتفظ به لانه هو عنوان هذه الحقبة المنحطة في عهد سيء الذكر نروح بقى للارقام والتواريخ عشان نعرف الراجل ده عمل ايه في البلد نبدأ بالدبلوماسيين في وزارة الخارجية المصرية الأكاديمية العسكرية 14 يوليو نظمت مراسم تخريج الدفعة 56 أو الدورة 56 للملحقين الدبلوماسيين 7 نوفمبر 2023 الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم تخريج الدفعة 55 للملحقين الدبلوماسيين برضو عشان كده بيطلعوا زي بدر عبد العاطي 1-9-2022 قوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة رقم 54 للملحقين الدبلوماسيين يبقى دول كانوا مجموعة الدبلوماسيين اللي هيطلعوا يبقوا سامح شكري وبدر عبد العاطي بيطربوا في الأكاديمية العسكرية إزاي يبقى جسوس على المعارضة إزاي يسرق عربية مرسيديس يكتبها باسمه بدل ما يكتبها باسم السفارة وإزاي يطارد مايكروفون قناة تابعة لدولة بينك وبناء خلاف بيربوهم على كده فبيطلع أشكال زي سامح شكري وبدر عبد العاطي نروح للجهات القضائية عشان نعرف الآضة بتاعنا بخير ولا رايح لفين 9-7-2024 قضاء رسوب العشرات من التعينات القضائية الأخيرة في اختبارات الحربية بسبب الوزن واللياقة البدنية حضرة الآضي رايح هناك الكلية الحربية فحبيبي عنده كرش واللياقته مش حلوة بلعبش رياضة بقاله كذا سنة فجاله كرامب وبدأ ينهج فقالوله عزيزي اطلع برة انت ساقطت في اختبارات الحربية طب يا بينا أصلا هروح شغلانتي أساسا كقاضي ان انا قاعد على المنصة يعني ارجع لي كده معلش وهو انا كقاضي مثلا بجري في المحكمة بنلعب مثلا نط الحبل بنجري وعلى بعض بعمل ستة استعد بنلعب عشرة ضغط ما هو القاضي بيبقى قاعد في قضاء جوه الحكم بعد المدولة ولا المدولة بعدين بيخرج بيقعد الرجل ده النشاط الرياضي الوحيد اللي بحصة في المحكمة البتاع اللي بيدربه في التربيزة ده محكمة نادي يا ابني على مش عافل كل اللي بيعملوا ايه القاضي انه قاعد قاعد لفندي اه حضرتك الادفاع يتفضل الادعاء يتفضل نادي يا ابني على الشهاد الاول نادي على الشهاد التاني بعدين لو قاضي مرتاشي او ما مضوحش هم يكلمه بالتليفون فبيدي حكم ظالم اخره ايه اخره ايه بيتكلم مع اللي قدامه مفيش اصلا نشاط يستدعي الكلية الحربية ما هو الرجل افندي بيدخل يقعد لمؤاخزة وبعنى يروح انت واخد الناس تقول له انت عندك كرش ولياختك وحشة ليه بقى مرت ايه انت مالك انت مالك ومالش اكله ما يبقى شكله ما زي ما هو ما انت مالك لكن لا الخبر بيقول لك هون رسوب العشرات من التعينات القضايا الاخيرة في اختبارات الحربية شيء غريب جدا سبعة يوليو الفين اربعة وعشرين الاكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج الدفع الاولى به من المعينين بالجهات القضائية بعد اتمام دورتهم التدريبية بالكلية الحربية خلصنا القضايا يا جماعة الحمد لله هيبقوا قضايا عسكريين وزي الفل نروح بقى للمعلمين التربية والتعليم بقى لما يبقى في وزير مزور او مزور ها المدرسين بقى والمدرسات هيحصل فيهم ايه تعالوا نشوف 28 اكتوبر 2023 متحدث عسكري تخريج الدورة الاولى للمعلمين المرشحين لشغل وظيفة مديري مدارس من الاكاديمية العسكرية المصرية بعد اتمام دورتهم التدريبية بالكلية الحربية عايز اقول لكم انه في مجموعة في موضوع المعلمين بتوع المسابقة دول كانوا حاجة وتسعين الف نزلوهم لثمانية وعشرين الف وبعد مرمطوا قلة ادب وستات حوامل وستات كبار وخلوهم يجروا ويلعبوا بطن ويلعبوا ضغط ويتشقلبوا ويعملوا حاجات عجيبة جدا واتكلمت عن الموضوع دكتر من مرة معاك وجات لي رسال كتير جدا من مدرسات اموا رمينا 14 الف وعينا 14 الف تانين وضيعوا عليهم السنة اللي فاتت كلها فحتى اللي بيروحوا بيتمرمطوا بيعدوا لياقوا بيجروا بيرجعوا كل الكلام ده برضو رموهم في الاخر في الشارع بعد كده نقل على ايمة وزارة الاوقاف عشان نطلع احنا عندنا نموزاجين في شيوخ وزارة الاوقاف لازم نطلع كل المشايخ بتوعنا زيهم محمد مختار جمعة الوزير الجميل اللي بيغلط في الفتحة وان بيعرفش يقراها وقسامة الازالي اللي جاي يطلع الناس من دينها فعندنا نموزاجين دول نموزاجين رائعين جدا هم خريجي المشاريع الجميلة دي معدوش طبعا بالكلام ده لكن انا واثق ان هم كانوا بيعملوا لهم مجموعات تقوية خاصة بيجيبوا لهم اتنين زباق جيش وواحد صعقة يعمل معاهم الكلام ده عشان يقدروا يعني يبتلوا الناس في دينها في الكام سنة اللي فاتت اهمة وشيوخ وزارة الاوقاف 17 سبتمبر 2023 كلية ضباط احتياط تخرج الدفع الاولى من الاهمة المرشحين للعمل بالاوقاف الخبر كوميدي جدا 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 لأقصى درجة ممكن تقرأه وتتخال ان الخبر ساخر في موقع الحدود وتقعد تضحك عليه ثلاث سنين نروح بقى لوزارة النقلة حيث الوزير الهبير كامل الوزير اللي هو وزير النقلة والصناعة ونايب رئيس الوزراء وشوية تحبيش تانية 3 يونيو 2021 وزير النقل كامل الوزير يشهد تخرج الدفع السادسة من مهندس السكك الحديدية بالكلية الحربية طبعا كامل بيدخل الكلية الحربية بالكرني بتاعه بعدين في 5 سبتمبر 2021 تخريج الف فني بالسكة الحديد بعد تدريبهم بمعهد ضباط الصف المعلمين بالمناسبة الفنيين دول لو حصلت اي حدثة في السكة الحديد مستحيل واحد فيهم يتحاسب لانه خريجي المؤسسة العسكرية تربع على الانضباط والضبط والربط والضبط طب ماهو كامل وزير وحصلت في عهدو حوادث ماهو مش كامل السبب لا السبب المدنيين الوحشين المش متربيين على الولاء والانتماء والضبط والضبط والربط انما الجماعة العساكر دول احنا شايفين البلد بقى لها عشر سنين بقالنا ساعة ونص بنتكلم في ايه يا جماعة رقم واحد في الشحاتم السعودية الاماراتة تعمل لك تطبيق نور عشان يقول لك الدنيا على الضلم وبيتخنقوا مع الشاشة اللي في شارع في اسر فاحنا شايفين نتاج العساكر اهو فاتطمنوا يا جماعة اطمنوا على وزارة النقل تمانية اغسطس الفين اتنين وعشرين ايه اللي حصل القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفع رقم واحد فنيين المرشحين للعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بعد اتمام دوراتهم التدريبية بكلية العسكرية التكنولوجية خمسة فبراير تلاتة وعشرين الاكاديمية العسكرية تحتفل بتخرج دورات جريدة من متدرب وزارة النقل وخمسة وعشرين فبراير اربعة وعشرين تخرج الدفع رقم ثلاثة فنيين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بعد اتمام دراستهم بالكلية العسكرية التكنولوجية نروح على موظف الضرائب تسعة وعشرين عشرة الفين اتنين وعشرين القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفع الاولى لمأمور الضرائب المتعاقدين بالكلية الحربية شي جميل الحقيقة ان انت يبقى كل حاجة طلعة من عند العساكر مش كده لدرجة ان انت تقرى الخبر ده ما تستغربش بعد كده مجلس الوزراء يقصر التعيين في الحكومة على الحاصلين على دورة تأهيل من الكلية الحربية اهو يا سيدي في ابريل الماضي خطاب دوري صادر عن امين عام مجلس الوزراء عن توجيه رئاسي لمجلس الوزراء كان الخبر ده السنة اللي فاتت بإصدار تعليمات لمؤسسات الدولة تلزم بحصول الراغبين على التعيين في الحكومة انك تاخد دورة ست شهر في الكلية الحربية اه طيب يا ترى ليه بيعملوا الدورات دي تعالوا نشوف كده الزملاء يعني عاملين ايه او محضرين ايه وبعدين اختملكوا عن يعني تجربة شخصية مع الكلية الحربية اعتقد ان انا قلتها لكو قبل كده شوفها سيدي الغرض من الدورات دي وفقا للحكومة بتقولوا ان هي تعمل توفر صحة جيدة للموظفين الجدد ويبقى عندهم انضباط حسن مظهر لكن الحقيقة فريل اعداد رأيه ان هو بيعمل غسل لأدمغة موظف الدولة وضمان ولاقهم الكامل للسلطة الحاكمة وده امر متصق مع خطابات سيء الذكر اللي عايز المواطن يشتغل كجندي في كتيبة عسكرية وما يفكرش في اي حاجة غير ازاي يرد على لوحة فيصل طيب خلينا اقولكو حاجة احنا عمي موافقين تمام بس طلبين منك طلب يعني احنا موافقين ان كل قطاعات الدولة تتدرب في الكلية الحربية على الضبط والربط والضبط والانضباط وكل الكلام الجميل ده هو يبقى حسن المظهر وحسن السيسي وكل حاجة تمام احنا موافقين بس بنطلب من سيء الذكر طلب واحد ممكن تدينا امرة يعني ادينا نموذج وقلنا ان ده الستاندرد ده المعيار بتاعكو اللي انت لازم تطلع زيه اوكي وخلينا اقترح عليك ان هذا الستاندرد او هذا الايدل النموذج هو السيد محمود عبدالفتاح سعيد خليل السيسي نجل فخمتك يا سيء الذكر يا جار السوق كويس فنقول ان ابن سيء الذكر وابن جار السوق يا جماعة هو كريزة المؤسسة العسكرية ده تربية الريس ده تربية صحاب الريس واكيد هيهتموا عشان بابي فبصوا يا جماعة على محمود بصوا على عقلية محمود بصوا على تفكير محمود بصوا على شكل محمود اللي ما نعرفوش مخبيه ما عرفش ما بيكشفش على الشعب المصري ليه وبعدين يطلعوا زيه طيب جميل ها ادونا امارة محمود تفكيره عامل ازاي ان حاضر الظابط محمود عبدالفتاح السيسي عندما تدخل في اختيار الوزراء قد اختار وزيرا للمالية يعمل في شركة لها علاقة بالامارات بعدين استقال ثم اختار وزيرا للبترول كان يعمل في شركة ليا بزنس في اسرائيل ثم استقال ثم اختار وزيرا كان يعمل عند برايمي العرجاني ثم استقال بس طلع الوزير وحطه مكانه يعني عادي زيتنا في الدقيقنا زي ما بيقولوا وبعدين كمان اختار وزيرا تعمل في بنك في الامارات وبعدين اختار وزير تعليم مزور فيا عزيزي ياللي داخل الكلية الحربية عشان تاخد الفرقة وتعدي حط دايما هدف قدامك انك عايز تبقى زي محمود عشان لما تطلع وربنا يوفقك وتتملك او تمتلك السلطة تختار لنا وزير مزور فاختياراته مدمرة حياته بصوت احمد سعد طيب النقطة التانية لما بيتعرض للضغط وولده او الرئيس بتاعه او القائد بتاعه بيتشتم او بيتهاجم بيعمل ايه؟ ها؟ هل بيتجاهل؟ هل بيتعامل كرجل دولة اطلاقا تربى داخل الاكاديمية العسكرية والكلية الحربية المكايدة انتو نشرتوا صور البابا على شاشة فانا هنشر صور اي حد على 35 شاشة وهقول ان الحد ده الاخوان وهطلع تاني يوم واحد يقول ان الاخوان هم اللي خلوا يعمل الشاشة حمود عبدالفتاح السيسي هو الايدل هو النموذج خريج المؤسسات العسكرية اللي لازم الناس دي لما تدخل مؤسسة العسكرية تبقى عرفها طيب كلية الحربية بالنسبة لي يا اعزائي هي ملهاش غير ذكرى أليمة لما كنت مرشح ظابط احتياط وانا قلت لكم انا عارف ان انا قلت الحكاية دي قبل كده وكنت مرشح ظابط احتياط ورايح كشف الهيئة في حلمية الزتون فكان القاعد هناك هو مدير كلية زباط احتياط اياما كان اللوى التهامي اللي كان محافظ السويس بتاع الرياح الشمالية الغربية اللي لو ضربنا ساروخ على اسرائيل يرد فينا تاني ولا العكس ودخلت الكشف الهيئة ده بتبقى بالشرطة ومعك اتنين زميلك وورا البيانات بتاعتك بتطلب توقف انتباه فاي باشا انت عايز تدخل مش عايز تدخل الجيش يابني انا مش عايز افندم ليه السنة هتجاوز قريب افندم انت يا ابني شاسي لوة انا لو عندي خمس سنين زابط هدخلك خمس سنين زابط بس انا هواديك الكلية الحربية تاخد فرقة لياقة من سبعة لسبعة ستة اسابيع وهتبقى ولد بره فانا خارج جاي زابط حطي ايدها ركت فيها قال لحبيبي لو عندك وسطة الحق نفسك لان فرقة اللياقة اللي هتاخدها في الكلية الحربية دي معناها انه يطلع كذا كذا والناس عارفة ايه اللي محضوط في النقاط فيا جماعة كفاية تهزيق للبني اجمين العساكر عساكر والمدني مدني ما تجمعش بين الاتنين بلا داعي الدكتور مش لازم يكون بياره فيه لعب خمسين ضغط ولا المدرسة الام اللي مش عارف سيدة وربط منزل ولا نزل بعد كده تشتغل مش المفترض ان هي تجري مية تتابع يا مهزئين القصة ملاش علاقة بالكلام ده دول حاجة ودول حاجة لكن نحن نحيا في عهد سيدك